خلينا نتكلم معاك أبو عبد الله في هذا الموضوع 11 مليون التكاليف ما بين معسكرات داخلية ومعسكرات خارجية والنتيجة النهائية المنتخب السعودي بدون أي فوز في هذه التصفيات تعتبر هذا الرقم مناسب لمشاركة المنتخب السعودي؟ والله أولاً إذا كان هذا 11 مليون عشان المنتخب الأولمبي فهما معسكروا إلا في دبي المعسكرات اللي قبلها تضيعت وقت لأنه ولا اسم ضم من الأسماء السابقة وأنا طبعاً قلت لك يعني كان الاتحاد السعودي بإمكانه أن يعمل برنامج أقل بكثير من هذا الرقم اللي ذكرته ويستفدون فنياً أكثر لكن على الأسف ما عندك أحد لأنك أنت لما تجي لمشاركة منتخب أولمبي وتعمل هذه الأخطاء الكوارثية اتحاد منتخب على عين وراسي فيه ديكاترا على عين وراسي فيه خبراء على عين وراسي لكن المنتج المنتج صفر يعني أنت تابع تقنعني الآن إنه 11 مليون يعني أنك تابع تقول والله إن صرفنا كثير سوينا اللي علينا لا والله الاتحاد السعودي ارتكب عدد كثير من الأخطاء على المستوى الإداري والفني ليس على المنتخب الأولمبي يعني لاحظ عد معاي المنتخب الأول من استلام الاتحاد هذا كان معاهم ريكارد وعد خمسة أسماء من بعد ريكارد إلين وصلنا إلى فان مدرب المنتخب الأول على مستوى منتخب الأولمبي أيضاً كان معاهم أول مدرب يوسف عنبر ثم عدد السياسة اللي انتهجت فيه فيما بعد على مستوى الانتخبات السنية كان هناك فئات مدربين يتصعدون مثلاً لماسك 94 بعد سنتين ينتقل مع نفس الفريق هذا 96 وهكذا يعني خربطوا كل الشغلة هذه عملوا قربلة شاملة على المستوى الإداري كان خالد القانم قبل مثلاً سنة جابوه بعدين الواكن يعني ما فيه هدف ولا فيه استراتيجية ولا فيه نظرة ولا بعد وتقول لي والله عندنا خبراء عندنا تقادروا عندنا وعندنا هذا كلام ما بصحيح صحيح اليوم في المؤتمر لما يجون يشرحون الأمور الفنية هذه أخوي شرحها لللاعبين في الملعب شرحها لأعضاء الاتحاد السعودي لا تشرحها الإعلامي الإعلامي ينبي نتائج واضحة أمامه ويتفاخر فيها ويصفق لك فيها ويعطيك صفحات ويبغى يا كبتن يبغى إجابات للأسئلة اللي اليوم تدور في علامات السفرام كبير اليوم على فكرة أنت لحظ التناقض ما بين حتى رئيس الاتحاد ما احترامي للدكتور أحمد عيد الأستاذ أحمد عيد وما بين بندرج عيثن من بعد ما رجع وما بين هذا مدرب لا هذا مش مدرب هذا ما يهمنا صلى الله نحن نحن نعرف أن جابت مدرب هذا التوقيت خطأ أنت تبي تشجع هذا الخطأ وتبي تنجحه والله هذا لك سياستك فرض عليك يا أخي طلع وقول للناس بكل شفافية إن المدرب هذا فرض علينا هل أنت مقتنع؟ حسناً ما فيه إنسان يقتنع إنه فيه مدرب يأتي قبل تسع أيام وعشان يعد فريق يخلال تسع أيام عشان يشارك في بطولة قرية كبيرة في تسع أيام الآن مثلاً أنت تقول لي صرفه 11 مليون طيب السؤال اللي يطرح نفسه الجهاز الفني هذا اللي تم التعاقد معه أخيراً إليه أقرب شاركة للمنتخب الأولمبي لو فرضنا خليجياً السنة القادمة خلال هذه الفترة ما قاعد يسويه؟ نعم بيستلم رواتبة وهو جالس أصلاً ولو قلت لي بيتابع الدوري الأولمبي في السعودية بقول لك مو بصحيح لأنهم اللاعبين جبوهم من دوري عبداليطيف جميل ووقفوا الدوري وصار صراحات ما بين الاتحاد والأندية يعني حنا العمل بالعربي الفصيح عمل اجتهادي كيف أنا أعمل دوري أولمبي وأكلف الأندية والدولة طيران وتذاكر وعاشة ومدربين ولما تجي البطولة أخذ من دوري جميل واضح يا كابتن أكيد هي سلسلة من الإخفاقات وسلسلة من العمل العشوائي اللي إحنا عشنهم في الفترة الماضية على جميع المستويات المنتخب الأولمبي حتى منتخب الأول يعني بصراحة جميع المنتخبات تخيروا أنه في يوم من الأيام إحنا دخلنا بطولة رسمية وإحنا معينين مستشار رسمي مدرب للمنتخب بصفة رسمية كان مستشار فجأة تحول مدرب ودخلنا في مشارك رسمية تخيروا إحنا وصلنا إلى هالمرحلة في يوم من الأيام أسمع رايك فهد في هالموضوع هالمؤتمر يعتبر مسكن للجماهير والإعلام والناس والشارع الرياضي السعودي ولا هو خطوة جريئة تعتبر والله هو المؤتمر للمدرب والمدرب ما له علاقة في الأمور المالية والأمور الإدارية والقرارات ولماذا أحضر المدرب أو استبعد هو يتحدث عنه شخصي وعمله خلال الفترة اللي بقاها ووضح لهم بالأمور الفنية وشرح لهم فعلا بعض الإعلاميين يعني تضايقوا ومستئين ما دلوش كانوا يبحثوا عنه من مدرب يعني من مدرب عنده لأمور فنية فقط الشيء المهم أنه استنتجوه منه لا بس أنا أبغى مبررات واضحة ما أبغى واحد يشرح لي كيف لعب قدام اليابان هذه المبررات هي الفنية أول مرة مؤتمر صحفي يشرح لي أنا لعبت قدام المنتخب الياباني هذا اللي عنده المدرب أنه يشرح لي طريقته واسلوبه هذا منتخبك على مقال هل الإمكانية موفيصل مؤتمر صحفي أشرح فيه الخطة ليلعبت فيها قدام اليابان دعم هذا المفروض كفني لازم يبين وش لعب فيه أنا وش أطالب من المدرب فيه أطالبه أقول كم مصرفته مليون أنت تكلمني عن مرحلة الإعداد تكلمني عن اختيار اللاعبين لإحتياط المدرأ تكلمني عن أسباب الخسارة على المنصر والفني تكلم عن شي هذا تقول لي والله أنا ألعب أربعة أربعة أثنين وتكلم بسلوب اللعب بسلوب اللعب تكلم كل مباراة على حدة وشرحها هذا المدرب والإعلامي اللي يجين وش توقعون من المدرب يعني وش توقعون يطلبون منه يعني المهم في السؤال هل أنت طالبت اللاعبين أو كذا أنه خلاص النتيجة هذه الثنين واحد أن هذا طبعا نفاهة وقالي على اللاعب اللي صرح في الشيء هذا أنه يقول من الشخص اللي قاله الشيء هذا صحيح هذا صار في المؤتمر هذا الكلام هذا أهم ما في الموضوع لأنه فيه طبعا شيء مهم أنه مثلا أنت الآن اثنين واحد والطالب اللاعبين تقول هدوا اللعب هذه طبعا كارثة إذا كان صحيح هذا الخطأ أما أنه مثلا المدرب يشرح هذه طريقته طبعا الباقي من يقيم المدرب في الفنيين في الانتحاد السعودي تقيم أسلوب المدرب والمؤتمر هذا هل هو صح؟ أنت مقتنع اليوم بالعمل لا مش أنه أنه اقتنع أنا أبحث عن ماذا يريدون من المدرب أن يتحدث عنه هذا اللي عنده يعني المدرب هذا اللي عنده أنت بالنسبة لك كان المؤتمر مقنع الأجوبة اللي جت في المؤتمر مقنع مقنع أنه هذا اللي أبحث عن يعني وش أتوقع من المدرب يقول لي إلا أمور فنية عن ماذا حدث كيف الاختيار كيف التشكيل لماذا لعبت اللعب الفلاني هذه يا أبو فيصل بعد المباريات أنا ممكن أستمع المؤتمر يتكلم فيها لكن أنت جاي اليوم تتكلم عن إخفاق في بطولة مهمة وفي أكثر من علامة استفرام يتبغي يتكلمني عن استراتيجيته في المنتخبات السعودية يتكلمني عن فترة الإعداد يتكلمني عن ما يتكلمني والله يقول أنا لعبت 4-4-2 وإحنا خسرنا بهدف تبغي يتكلم يا أبو إبراهيم يقول لك أنا ما نادوني إلى 10 يام وهذا خطأ؟ تبغي يقول ليش؟ هذا مهي مسؤوليته؟ أنا حضرت أنا أكلمك عن فترة وجودي هذا اللي صار وهذا اللي حدث وهذه الخطط اللي عملت فيها إذا في خطأ يقيمني الفنيين ممكن ترى في فنيين لما همهم وخاصة يمكن حتى الكابتن حمد فني يعني يعتبر يمكن لو تابع المؤتمر كله يعرف هل كلامه صح؟ أم خطأ؟ أسلوبه صح لاتخذه؟ لعب فيه؟ أما أنا كأعلامي وهو يشرح مهم من الموضوع هذا ما قدر قيم المدرب يعني